مع زيادة الطلبة على الغاز الطبيعي ظهرت الحاجة لتغزينه ونقله لمسافات كبيرة ما بين الدول لكن ظهرت مشكلة ان الغاز الطبيعي في صورة الغازية صعب ان نغزينه ونقله المسافات كبيرة بقى لتكلفة وعلى كفاءة وكان حل المشكلة ديت هو الـ LNG طب ايه هو الـ LNG اصلا؟ الـ LNG هو اختصار للـ Equified Natural Gas او لغاز الطبيعي المسال ودعبها عن غاز طبيعي تم تبريده لضاقة حرارة سلب 162 سليزيوس مما قد لتحوله للصورة السائلة ومن خصاص الـ LNG ان كسافته بتتراوح من 430 ل 480 كيلو جرام لكل يمت المكعب في الضغط الجوي يعني يقل من نصر كسافة الماء وحجمه بيقل بنسبة 1 على 600 من حجمه الغازي وبيكون عباره عن سائل شفاف عدم اللون ورائحة غير سام ولو يسبب التأكل وعلشان الغاز الطبيعي يتحول من الصورة الغازية للصورة السائلة فلازم يمر على مرحلتين اساسيتين وهم المعالجة والتكفيف في عملية المعالجة بيتم إزالة الشوائب والمواد الغير مغروبة زي الغازات الحمضية والزئبك والماء بحس يكون الغاز الطبيعي مطابق للمؤسفات المطلوبة على حسب استخدامه وبعد كده بيروح الغاز الطبيعي على عملية الإسالة واللي بيتم فيها خفض دور تحوط الغاز الطبيعي لسالة 162 سليزيوس باستخدام ضوار التبريد وهنا بيتحول الغاز الطبيعي للصورة السائلة ومن أمسية الضوارات المستخدمة في سالة الغاز هي دورة الكسكاد واللي بيتم فيها تبريد الغاز على مراحل متتابعة ودورة الميكسد رفرجونت واللي بيتم فيها استخدام مائع تبريد بمؤسفات معينة لتبريد الغاز لدراجاتها منخفضة جدا ودورة ليند هامبسون واللي بتعتمد على مبدأ الجول تومسون إفكت